إذن كما ذكر ضيفي من بيروت بأنه فكرة البحث عن بديل للبيجر لتمكن من القيادة والسيطرة وأعطاء الأوامر تحتاج إلى وقت وبالتالي هنا هل تقوم إسرائيل بضربة مباغتة ضربة استباقية خلال الأساعات القادمة برأيك مستغلة حالة الإرباك التي يعيشها اليوم الحزب في صفوفه؟ نحن مساء الفندم وأهلا بديف حضوك الكريم هذا هو الاحتمال الثاني ضيفك الكريم تطرق باستفادة في الاحتمال الأول وبعض الشيء في الاحتمال الثاني وأنا أتفق مع الاحتمالين الحقيقة لدينا في الاحتمال الأول للتأكيد شيء مهم جدا ربما كانت إسرائيل تنفذ هذه العملية ولم تتوقع هذا القدر من الخسائر الذي كما تفضلتم يتجاوز 3000 تقريبا وهذا يعني أنها ليست عملية انتقائية ولكن تم تضرب كل من يحمل هذا البجر وكل من بجانبه على الأقل أصيب فهزف الاحتمال الأول بما تفضل به أتفق مع الهدف وهو إحراج حزب الله وكشفه وإثبات اختراقه أمنيا وسبرانيا يعني أمنيا هنا أنه قد يكون اخترقت البطاريات بشكل أو بآخر أما سبرانيا بالاستهداف الاحتمال الثاني والتي تتطرقين لا حضرتك الحقيقة أنا أتفق معه إلى حد ما وسيظهر خلال هذا الأسبوع لماذا؟ تبقى للأوامر المستديمة التي تتم قبل الهجوم في البداية الإشارة هي عصب المعرقة لابد من التعامل مع ملاكز القيادة والسيطرة عادة يتم التعامل معها بالنيران في هذه الحالة وكأنه جزء من السيطرة وكأنها جزء ليست القيادة والسيطرة لأن البيجر ليست وصيلة اتصال هي وصيلة للإشارة أن هناك اتصال وتتسلم في سورة إشارة نصية فالمقصوب منها ربما الخسائر وربما أيضا شل الجزء من نوع الاتصال أنك لا تعلم أن الاتصال المؤمن مطلوب أن تتواجد بجانبه الآن لأن أجهزة المحمول أو الموبايل تبقى لنصحة نصر الله بالتأكيد لا يتم استعدامها كما هو سابق ولكن هناك وسائل اتصال آمنة أخرى يقترب منها أو يستخدمها أو إلى آخره وتكون في مكان إذا كان هو في الحياة المدنية العادية طيب لو كان هذا هو الأسلوب لم تتم استهدافها بالنيران ولكن عن بعد بهذا الأسلوب الريموت فتبقى المرحلة التالية لو هناك استهداف سيتم استخدام غزير جدا لقوات الجوية ومصادر النيران الصاروخية والمدفعية في سورة تمهيد وليس التراشق المعتاد لاستكمال تدمير مراكز القادة والسيطرة ومصادر النيران حزب الراء القريبة والمتوسطة والبعيدة بهدف استكمال شله سواء القدرة النيرانية أو قدرة الاتصال الذي يتوغلها وتذكري لو ما كان أي حد مكان حزب الله سيكون قلق للغاية الآن ويخشى الاقتراب من أي وسيلة الاتصال وليس البجر فقط إذن ده نوع من الشلو شبكات الاتصالات الأرضية التي ربما أيضا يعتمدها حزب الله لا ننسى شيء فندم أن شبكات يعني شبكات الاتصالات الأرضية اللي هي اللاندلاين التليفون العادي حتى هذا ما نسميه باللغة الأثنية الدرجة بيتركب بمعنى نجد أنها حتى يمكن يعني الدخول بشكل أو بآخر على الأسلاك ولا أعلم مستوى الأمني في لبنان في هذه المرحلة طبعا ضيفك الكريم هو أفضل مني في ذلك يكون حتى يعني ممكن السيطرة عليها أو على الأقل التي تتصل بأماكن حزب الله التي تواجد أكثر في الجنوب على حد من علمي أو أجزاء منه يعني يتبقى ماسا مثلا الحمام الزاجل مثلا يعني ده كمان حيقفوه على سبيل المثال فإذن شعوري أنا كحزب الله الآن أن جميع وسائل الاتصال حتى وسائل إنزال الاتصال مثل البجر يالي استدعاء تم السيطرة عليها أو استهدافها مش السيطرة فقط ده استهدافها وضربها ده مؤشر خطير ولا تنسي شيء طالما استهدفت الشيء وضربته معناه كشفته فهو ورقة أنا خسرتها كإسرائيل ما معنى أنه يدل أنني أتوجه لورقة أقوى ولذلك يماهد لما تفضلت به ربما يتم إجراء عمل خلي نيراني كبير للغاية بكسافة ثم عمل بري ولكن هذا غير مؤكد لكن لابد أن لا نستبعده هذا المكان حزب الله لابد أن لا أستبعده على الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر